يا مساء الحب والهنة والسعادة على كل مشاهدي خطوة عزيزة في كل مكان أنا أحب قبل مبدأ فقرة اليوم النهاردة الأولى أقدم لكم تقرير مهم جدا عن شركة معمار الإشراف على مدار 44 سنة في السوق المصري العقاري كان لها طبعا ريادة في تعمير المدن الجديدة زي قاهرة الجديدة والعبور و 6 أكتوبر أقامت حفل ضخم جدا للإعلان على تدشين مشروع سرينتي وهو أحدث طبعا مشاريعها بمدينة العبور كومباونس الرينتي سكاني تجاري طبعا بيتمتع بموقع متميز جدا وسط مدينة العبور على مساحة 13 فدان طبعا فيها مميزات كتيرة قوي ومتعددة وبتناسب جميع العمل طبعا وأقامت الحفل طبعا بتنظيم شركة استرابيك ميديا هروح نشوف التقرير ونرجع تاني لخضراتكم أربعة وربعين سنة من التطوير العقاري في كل ربوع مصر أكتر من 200 مشروع بمختلف أنواع التطوير العقاري سكني وتجاري وإداري وترفيهي ومحطات خدمة وتموين سيارات وصناعي فكرة سرينيتي المجتمع الهادي زي ما أنا شرحت قلت أنه المدينة العبور هي قلب شرق القاهرة وبالتالي الحية الخامس في المدينة العبور هو قلب المدينة وبالتالي إحنا كنا وغدين قلب الحية الخامس لوكيشن عبقاري جزيرة في الحية الخامس قررنا أن احنا نعمل فيها التحفة المعمرية اللي حاراتكم شفتوها ماستر بلان على 16% و84% مساحات خضرة ده كله بيساعد العميل إحنا سيبنا من البلت أب إرية بتاعنا وسبنا من المسطحات اللي إحنا ممكن نستفيد بيها عشان خاطر ناخد أكبر قدر من العملة اللي عايزة تعيش في مجتمع بالشكل ده من أول كورونا وإحنا كنا شايفين إن فيه أزمة وإن السلوكيات المواطن المصري اتغيرت في الشارع جات الفكرة من هنا إننا نعمل محطات خدمة وتموين سيارات مختلفة مش موجودة كاتش موجودة في الماركت بالشكل ده قبل ما إحنا نقش المجال إنه يبقى المجاريتي بتاعتها ستورز درايف سرو برندات عالمية فإحنا في السوق العقاري بقلنا أكتر من 44 سنة الحمد لله متخصصين في المباني السكنية والمولات التجارية ومؤخراً كمان اتجهنا إلى محطات البنزين وكمان في آخر الثلاث سنين ابتدينا الحمد لله إن إحنا عندنا أكتر من كومباوند ابتدينا إن إحنا نطرحهم وكمان الحمد لله مسلمين عدد عمله يمكن أكتر من 3500 عميل على مدار أكتر من 40 سنة ومشروع السلينتي هو مشروعنا التاني في مدينة العبور من حيث الكمباوندات هو الكمباوند التاني لمعمر الأشراف على مساحة 13 فدان إحنا بنين على نسبة 16% بس من مساحة الكمباوند بقية المساحات هي لندسكيب وطرق ورينج رود معمول دائر المشروع بالكامل دائما بدون مواصلين إن إحنا هنقدم إيه جديد للسؤول عقاري المصري بعد النجاح الكبير في مشروع ريفيل اللي إحنا شفناه كان من ثلاث شهور تقريبا كان حجم الطلب كبير جدا تقريبا فوق كل التوقعات فكان نازم إن إحنا نواكب ده وإن إحنا نتحرك بسرعة وإن إحنا نحط إيدينا على مشروع تاني موجود داخل العبور عشان نعرف إن إحنا نستقبل كل طلبات بتاعة العملة وإن إحنا يكون فيه ديفيرستي كمان وتنوع في المشروعات ريفيل زي ما إحنا عارفين كان على شرع رئيسي ناصية على أعلى رباة موجودة في العبور الكمباوند برضو اللوكيشن بتاعه من أقوى اللوكيشنز اللي موجودة في العبور إن شاء الله نكون قدم مسئولية ودايما مكملين في التجمع أو في العبور أي مكان بنخشه جديد بنحاول نديد حاجة زيادة بيبقى لنا إدج أو بونس بوينت أو إدج بوينت زيادة عن أي مطور عقاري إن شاء الله ده اللي بنعمله في العبور الجنوك بنقول للناس قبل ما تجي تشتري لازم تروح تزور الأرض عشان تشوف حتى كواليتي الأكسجن اللي بتتنفسه فعلا مختلف المشروع مستوحى من الفكر الطبيعي 83% من المشروع مساحة خضرة فالمشروع مستوحى أصلا من الطبيعة غير كده المشروع بتاعناها في نصف ديستريكت فايب في نصف ديستريكت فالعبور الجديدة ده أكبر أدج موجود في المشروع اللوكيشن أهم حاجة في أي مشروع اللوكيشن بتاعه بلس إن 83% مساحة خضرة دي حاجة هتضيف جدا للمشروع ورجعنا لكم عزيزي المشاهدين من تاني زمان وإحنا طلبة في المدرسة كان المدرس بتاعنا ده يعتبر قدوة لنا كلنا طبعا نتمنى إن إحنا نبقى زيه لكن طبعا بنخاف لو أصرنا في وجباتنا نحوه لكن الخوف ده زعل علشانه مش منه لأنه في الحقيقة بيكون لنا بمنثابة أب بس دلوقتي طبعا مع ظهور السوشال ميديا والأجيال طبعا اتغيرت والتعليم بقى صعب أصبح المدرس لازم يعمل أي حاجة عشان يقرب من عقول الطلبة وطبعا يوصلهم المعلومة بشكل كويس حتى لو حينزل لمستواهم الفكري معي النهاردة نموذج من المدرس الصاحب أيها زي ما سمعته المدرس الصاحب الصديق لكل الطلبة اللي بيشجحهم طبعا عن المذاكرة والتفوق لكن بطريقتهم هم اللي هم عايزينها طبعا هنعرف كل دوت مع ضيف اللي منورني النهاردة في خطوة عزيزة أستاذ محمد عماد الشهير بالعمدة أهلا بك يا أستاذ محمد أهلا وسهلا بحضرتك منورنا في خطوة عزيزة أستاذ محمد أبدأ مع حضرتك بإيه الفرق ما بين المدرس النهاردة ومدرس زمان مدرس زمان كان بيتعامل مع طلبة يعني ما عندهمش إدراية بالناس اللي حوالهم لأن بسبب السوشيال ميديا السوشيال ميديا صح كده فالطريقة دلوقتي مع الطلبة أصعب من زمان بكتير لأنه عارف وبيعمل ايه وتصرفاته ازاي وعارف زميله بيعمله ايه وعارف اللي بيحصل في العالم ايه حواليه فلازم تقرب منه ولازم تفهمه مش لازم أخوفه دي الفكرة كلها زمان المدرس كان أي معلقة بالطلبة اللي هو كان بيخاف منه بس دلوقتي الناس بتشوف ان المدرس بيخاطب الترند علشان يبقى هو على السوشيال ميديا مشهور ويجيب طلبة ويجيب زباين والناس تبقى بتعمله بقى دعم ولايكات علشان يبقى برضو منها كسب مادي ولا حديك مش معايا مع حضرتك بس انا زمان طريتي مع الطلبة هي طريتي دلوقتي زمان اللي هو من كم سنة من حوالي مثلا عشر سنين من عشر سنين كنت بتتعامل معهم زي ما انت النهاردة بتتعامل معهم زي دلوقتي ازاي اكيد في فرق كنت مثلا بس انا معاملات اللي انا قرب منهم اعرف مشاكلهم اتعامل معهم انزل لعقولهم كان مثلا بتجي ريلة الامتحان نتجمع سوا بعد المراجعة بس مش بقوة تأثير السوشال ميديا علينا دلوقتي يا سيد محمد ممكن برضو يعني السوشال ميديا اكيد اثرت شوية بس انا مش المدرسين مش بيخطبوا التريند ولا حاجة هما المدرس بيخطبوا بقولوا الطلبة اللي عنده طب انا ممكن اكون صاحب التلميذة عندي علشان انا استفاد منه ان انا اقدله دروس خصوصية اللي ما يكونش ده السبب ان انا اقرب منه علشان اقوله طب تعالى بقى ناخد دروس او او يكون مجموعة من اصحابي وهم مجموعة بيديهم دروس خصوصية بيستفاد منهم لا المدرسين بتتعامل مع الطلبة بتراك وايسة داخل المدارس غير برضو موضوع الدروس يعني في المدرسة ده برضو واجب على المدرس اللي وقرر من الطلبة ويعرف مشاكله ويعرف ظروف ايه ويصاحبه ويفهم منه طب ما احنا زمان كنا بنفهم من المدرس من غير اللي بيحصل النهاردة على الفيديوهات اللي منتشرة دلوقتي ان انا اشرح الدرس على طريقة اغاني المهرجانات هل احنا كنا زمان بنشرح الدرس تاريخ او جغرافيا او دراسات او كلام ده كله او لغة عربية عن طريق اغاني المهرجانات لا طبعا بس هو مثلا زمان كان الطالب مثلا ما بيدركش بالحق يعني ما في السوشيال ميديا كان هو بيطلق كل تعليمه من المدرس هو الطريقة الاولى اللي يطلق بها تعليمه لكن دلوقتي الطلبة بتخش على منصات التواصل الاجتماعي بتاع عرف فلازم المدرس يبقى برضو ملمة بدماغ الطلبة اللي حواليه لازم ينزل لقدروا عقولهم بان انا اقدم له المعلومة عن طريق اغاني المهرجانات هو انا كده وصلت لعقله لا انا مش هل هو فعلا بيستفد فعلا يعني ايجي يوم الانتحان هيجاوب السؤال اللي جاي له عن طريق الاغنية اللي اسمحها من حضرتك او من غيرك لا انا شايف اللي المدرس يوصل للطالب باي طريقة ايوة مش بس طريقة بس طريقة علشان انا بقى كده خلاص اوصل لهم المعلومة ايوة بس مش طريقة اللي هي مثلا طريقة مبتزلة لا انا قصد طريقة كون كويسة اللي هو يوصل لعلوم بطريقة كويسة اللي هو يصاحبه يفهم مشاكله انا معاك بس اعملها في المراحل الاولى في كيجي وان كيجي تو الاطفال الصغيرة لما قلهم الحروف مثلا بيوم بميوزيك او باغنية او كده اه طبيعي جدا التفل حيستوعبها مني لكن مش انا شاب ناضغ وخلاص وصلت المرحلة ان انا داخل على جامعة او او في سنوية عامة او الكلام ده كله هاخد المعلومة عن طريق اغنية ايوه هو دلوقتي هو محتاج يوصل المعلومة للطالب يوصلها له بأي طريقة اتفان انا معيك طب احنا دلوقتي هنشوف مع حضرتك فيديو لطالب متميز عندك انت كافئته وبنرجع نتكلم على المكافئة اللي انت كافئته بيها اوكي كنت انا عمل امتحان في نصف التنمي الاولاني وقنت اعيد انا هادلوا واحد تلفون تولد انا ما وزعتش التلفون وعملت اي حاجة صح ونهارده جماعة قدام الناس والان احبتها كاميرا اكرر بالطالب دول وقنتونه النهارده هادلوا تلفون ايفون تولد كلما اقصد خلاص وين بقى الطالب دول يوسف اي تعالى يوسف موسيقى 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 ورجعنا لكم اعزال المشاهدين من ثاني شفت بقى يعني انت حضاك كافئة طالب في اعدادي بايفون 12 يعني ما شاء الله برقم يعني تقريبا حوالي ستة وسبعين الف جنيه تقريبا لا اقل؟ لا كان نرخص من كده بكتير ارخص من كده كان؟ ما كانش بالعصار دي دلوقت ما كانش بالعصار دي دلوقت طب كان بكم وقتها؟ مثلا بعشرين الف عشرين الف طب انا اتمنى ان انا ارجع تلميزة عند حضرتك تاني وابقى متفوقها عشان انا كل فترة اخد من حضرتك جايزة طب انا اسألك سؤال يوسف محمد انت شايف ان انت طبعا بتشجع الطالب بانك انت بتحفزه ان هو يكتهد في المادة بتاعت حضرتك وانت كافئته المكافأة دي بتقود عليك بايه؟ هل انت شايف انك انت هتقعد يعني بتعدل ما بين كل الطلبة ولا هتبقى متسببة نوع من انواع الغيرة؟ لا انا شايف اللي انا باجي اقول للطلبة كلهم اجماعة انا عامل امتحان محتكوا تذكروا الكمية دي في وقتها معين وهنعمل على امتحان الطلب المتفوق انا اكفو اها الطلبة كلها بتجتهد حتى هو لو ما اخدش الموبايل هو ذاكر انا الفكرة عندي كلها الطلبة بتذاكر ايه بس انا ممكن اكفو بحاجة بسيطة رمزية اه بتيشرت بكوتشي ببوكي ورد بهدية ألم بألم بحاجة رمزية لكن انا اكفو بمبلغ زي دوة يعني بحاجة قيمة اه اكيد برضو ممكن تكون ليه مبسطلاش من جانب النفسي ان هو لما يروح بيته قدام اخواته انا اه انا شاطر ومكتهد وكان من نصيب ان انا اخد الجايزة دي بس هل انت ممكن تعمل برضو صراع نفسي ما بينه وما بين اخواته بص حضرتك او زميله في المدرسة اقول له حضرتك انا والدي واكيد والد حضرتك واكيد ابنائك انت ما بتيجي تقول لهم يا جماعة هكفيكو في الامتحان الجاي امتحان نص السنة لو جبتوا درجة كويسة هجيبلك مثلا موبايل هجيبلك انا بتعمل معهم اكيد اني والدي انا اكيد اني والدهم بس برضو هتعمل نوع من الحساسية شوية اني انا يعني ما اكتهدتش بدرجة ان انا وصلت لان انا اخد موبايل او ان انا اخد اي حاجة واتفر كانت الهدية انا مثلا والدي كان بيجي يقول لها اجيبلك مثلا بلاستيشن انا ازاي واخواتي كانوا مثلا بيجتهدوا برضو كان بيكافئهم بطريقته مع اخواتي وانا بيكافئنا بطريقة كل واحد مثلا محتاج حاجة بيجيبها له انا برضو بتعمل معاه اللي انا والده اللي انا زي اخوك كبير عايزة كافئه عايزة شجعه اوكي الطالب ده النهاردة دخل مدرسة التكنولوجيا طالب متفوق جدا وان شاء الله لمستقبل وانا حبيت اسيب في نفسه قصر انا انا عارف اللي هو متفوق فانا جبت له مش عشان اللي امتحان بس عشان حاجات كتير جدا عشان هو انا عارف اللي ده في يوم الايام هيكبر هيبقى لما كان باذن الله لي مستقبل كويس لما كان في المجتمع ايه بتتناقش معهم في اي حاجة تخصهم اه اه بتتناقش معهم في كل حاجة بتتواصل مع الاب والام لو عندهم مشكلة لو الولد عنده مشكلة او البين بتواصل مع وليها الامور لو عنده مشكلة مثلا واجه اقول له بلاش تشد عليه في نقطة كذا مثلا يكون والده مثلا معك بو اخد منه الموبايل بقول له لا رجحه له هو يلتزم معك بحاول اكون حلقة الوصل المفقودة اللي بين الطالب والاسرة اه بس عايدهم على قد ما اقدر لازم اصلا هم جيل صغير لازم حد يقعد ويسمحهم وكلام ده طب جاتلك منين فكرة ان انت تبقى صاحب وصديق ليهم يعني هل اكيد في حد اثرت فيك وانت صغير وانا صغير كان المدرس بيصاحبني اه لان انا صغير حصل بيننا وبين مدرس موقف بدون ذكر اسماء هو خلاني اقرأ التعليم اقرأ كان شديد كان شديد عليها كان بيدرابني كان بيخليني محبش اروح مثلا الدرسة او الحسة بتاعتك ما كل المدرسين زمان كانوا مختلفين عن النهاردة يا أستاذ محمد وكلهم كانوا شهودات جدا معنا كان فهم درس عندي شديد بدرجة انك كنت ممكن تبقى خايف جدا اكتر من بابك في البيت كان فهم درس شديد عليها برضو في نفس الوقت بس كان صاحبنا كان بيدرابني وكان بيعمل كل حاجة وكان شديد معايا بس وانا في ثلثة سنة وانا بخلص اعط تعيط عشان انا اسيبه رغم ان انا طول السنة كان مثلا بيبقى شديد معايا انا كان عندي مدرس لغة عربية كان شديد جدا معنا كان مدرس لغة عربية اه والله واحد تاني النقيد ليه خالص يعني من بين الشدة ومن بين الطيبة وفيه مدرس اسمها مي السيام ربنا يعني دياس صحة لو هي موجودة دلوقتي برضو الوسط ما بينهم فكل واحد بيبقى ليه كاركتر وليه اسطايل مختلف اكيد انا قلت لحضرتك لازم اوصل للطالب باي طريقة اه ممكن انا انا مثلا معاود الطلب عندي اللي احنا في اطار الفصل الفصل اطار الدرس ما فيش هزار انت عندك كم طالب في الفصل اه في المدرسة في المجموعة يعني في المدرسة ولا الدرس لا عموما يعني بيبقى مثلا عشرين تلاتين كده اه الفصل فيه تلاتين الفصل في المدرسة في اربعين طالب اه يعني كلهم بيبقوا قريبين منك قوي ولا في لي مثلا ما بيحبش قوي مستر محمد لا اكيد اعصلا انا ما فيش حد بيتفق على الناس كلها اكيد فيه ناس مثلا بتحبيني وفيه اكيد فيه ناس مثلا بتبقى علاقة معهم سطحية وفيه ناس بقى قريب منهم قوي بس انا بحاول اوصل لهم كلهم طيب لو جيت سألتك سؤال بس الجاوب عليه بمنتهى الصراحة لو جيت طالب مثلا قالك انا مستر محمد مش حادر ادفع لحضرتك فلوس الشهر دوت هتقول عادي والله 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 يعني اكيد اولياء امور بتسمعني دلوقتي انا بعمل كده مع كل الطلبة وفيه فلوس الملازم فيه فلوس الدرس انا بتعملش معهم على اساس المادة بس انا عايزهم نتعامل معهم اللي احنا اسرة واحدة وفيه طلبة كتير جدا بتجي تقول لهم اسرة احنا عندنا ظروف ومش هنقدر ندفع الشهر دوت بسعيدهم فيها برضو اللي احنا بنمر فيها ظروف الاقتصادية بتبقى انت برضو بتكون حاطة بجيت معين ما بيكونش التكلفة بتاعته عالية على الاسرة اه بحاول على قد ما اقدر ومساعدين انا بيبقى بشغال معايا اسستنت مساعدين بيجوا يقولولي واحد اثنين ثلاثة اربعة مدفعوش نعمل معهم ايه والشهر خلص بقوللهم عادي احنا ظروفنا لان انا كان وليا والدي برضو اكيد بيمر بظروف كان بيحصل المواقف دي انا مش هينفع مثلا اقول لطالب هاتلي الفلوس ويكبره ويكون هي الفلوس دي اللي في البيت مثلا يجيب هالي ويكون ده مثلا والده عمل يجيب بها غداء والكلام ده احنا معانا مدخلة معانا معاز الو ازاكي معاز مبروك على الموبايل الله يباني فيك معاز تكلمنا طبعا عن مستر محمد وكلمني برضو عن الفيديوهات اللي انتو بتعملوها طبعا على السوشال ميديا مستر اكتر اكتر من مدرس بكتير واخاك كبير وابوي وكل حاجة طبعا طبعا وبعدين المستر ببقى متفق معانا جدا يعني المستر غير اي مدرس غير علاقة اي مدرس وطالب هو متفق معانا جدا ايه وبعدين غير كده هو قلب ابيض وحنين جدا علينا وكده ودائما لما بيحب حد يعمل حاجة صح لازم يكفي شوفت بقى القلب الابي ده ايه وكمان اللي عارفان هو بيعزمكو كمان على في وقت البريك وبيعزم مجموعة طالبة كتير جدا يا معايز صح؟ ايه يعني مستر محمد هو الرعي الرسمي ليكو دلوقتي يعني مرسيليك يا معايز يا حبيبي واتمنى لك التوفيق دايما طبعا عارف مستر محمد اني هذيك طبعا يعني واضح ان انت كده يعني يعني بتصرف كتير وطيب ومحبوب ومش فاهم معاك المادة طبعا وده انا بشكرك عليه جدا والله يعني ياريت كل الاساس يكونوا زي حضرتك بجد يعني انا والله اهم حاجة هي هي مهنة رسالة الناس مفكرون الرسالة اللي يكون الطالبة بس تخاف مني هي مش كده هي لازم يبقى فيها رحمة وحنية وطيبة ويجديد برضو في نفس الوقت المدرس عوامل كتير والله لان اكتر واحد بيأثر في الطالب هو المدرس اكتر واحنا بنتمنى ان ده يعمى بشكل عام على كل المدارس والله مش على السوشال ميديا بس يا مستر محمد يعني طبعا انا برضو حقول كلمة حضرتك تقولها لنا اخيرا لاستاذ المشاهدين دايما يكون في حلقة وصل بينك وبين ابنك ويكون حلقة وصل بينك وبين المدرسة وتابع ابنك في كل حاجة وتابع تصرفاته ومتكونش جديد على قوي ولا تكون على احنين قوي يعني خليك وسط واما حاجة يعني عايز المدرسين ترعي الطلبة وتتعامل معهم برحمة وميبقاش مثلا لان بيفرق جدا في نفسي اه طبعا يعني ويكون احنا عينين شوية طبعا كل اساذة برضو على الطلبة في الظروف اللي احنا بنمر بيها اليومين دولت طبعا ياريت يعني يقدروا الجزئية دي يا سيد محمد ياريت الله يعني اتمنى كده في المدديات طبعا يعني عشان الظروف الاقتصادية ورأفة برضو بالأسرة واولياء الأمور لاني طبعا الاسعار دلوقتي بقت عالية جدا على فكرة والله يواللازم المدرس يروح على الموضوع دو لان هو برضو اكيد كان هو طالب بياخد دروس وعرف الموضوع دو بيكلف الأسرة ديه احنا نشكرك طبعا يا سيد محمد ونورتنا وخطو عزيزة ربنا عزيزة ربنا عبرك في حضرتك اعزائي المشاهدين فاصلوا ورجالك وتاني استميونا اشتركوا في القناة ورجعنا لكم عزيزة المشاهدين بعد الفاصل مع فقرة الخير والبركة اللي بتشح القلب من جماعة عمر بن عبد العزيز الكلمة سلاحزوا حدين والكلمة لها تأثير كبير قوي على نفسيتنا وقف عالنا يعني الكلمة طيبة بتسيب أثر إيجابي في النفس وتقدر طبعا تخلي الإنسان مبتسم للحياة وبتحفزه طبعا على كل شغله في الحياة والكلمة الجرحة والكلمة الخبيثة بتقدر طبعا بتخليه متضايق وكمان بتقلب يومه هنعرف طبعا أثر الكلمة الخبيثة على اللي حواليك طبعا لأنها بتخليه ينفروا منك النهاردة هنعرف كل ده مع الشيخنا اللي بنوارنا وفضل طبعا جزاء الكلمة الطيبة مع الشيخ وليد الأويسي من علماء الأظهر الشريف أهلا بك الشيخ وليد بنوارنا الله يكرمك وسهد زي أحوالك ربنا يبارك بيكي تجدد اللقاء إن شاء الله مع حضرتك وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويبارك في البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى ما أجمل هذا الموضوع الكلمة الطيبة دايما حضرتك لو سمعت كلمة طيبة بيكون المقابل إيه كلمة طيبة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتكوا النار ولو بشك تمر فقالوا يا رسول الله إن لم نجد قال فبكلمة طيبة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلي كلمة طيبة وكلمة خبيثة الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء زي شجرة مثلا النخلة بتطلع بالح جميل عمر الهوى ما يزعزعها أبدا كلمة طيبة كشجرة طيبة ثابتة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه كلمة طيبة تديك طاقة إيجابية كلمة طيبة تفرح لأدامك ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه وقولوا للناس حسنة الأستاذ أبو سيدنا عايزة كلمة طيبة عايزة كلمة ترفع من معنوياتها مش عايزة تفضيط العزائم مش عايزة كلام يحبط الإنسان حتى لو ما معكيش فلوس أو لا تمتلك من حطام الدنيا شيء الكلمة الطيبة ترفعك أي طب الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة إجتثت من فوق الأرض يعني تقلعت أي شجرة ملهاش كيمة دايما الفلاحي إلعها لأنها تأثر على الزرع وتاخد الغزا بتاعه كلها وهي ملهاش كيمة كذلك الكلمة الخبيثة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض أحاديث إن الإنسان يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا ولكنها كلمة معروف ربنا يدخلوا بها الجنة مجرد الكلمة كلمة واحدة وإنسان تاني يتكلم بكلام خبيث يهوي به في نار جهنم لذلك سيدنا معاذ بن جبل يقول يا رسول الله هو احنا هنؤاخذ بما نقول هنتحاسب على اللي لسنة بيقولوا عليه أيها طب قال يا معاذ سكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا بسبب حصائد ألسنتهم باللي بيقولوه باللي بيقولوه فهل لهذا اللسان جنيات طبعا طبعا له جنيات أي يعني مثلا الغيبة والنميم دايما بعض السيدات يعودوا مع بعض وفلانا قالت وفلانا عملت وفلانا غيبة ونميم أنا أتكلم عن أعراض أو أتكلم عن أي حد بتكلم عنه بسوء طب النميمة هو نقل كلام الناس إلى الناس بقصد الضرر مش بقصد الإصلاح ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه الفقراء من الأمة أي فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور الناس الأغنية خدوا الأجر كله طب عملوا إيه والله بيصلوا زي ببنصلي وبيصومهم زي ما بنصوم ويحجون بل يتصدقون بأموالهم وأنه محلتناش حاجة يا رسول الله قال أوليس كتجعل الله لكم ما تتصدقون به قالوا إيه نتصدق بإيه قال لهم كل تسبيحة صدقة كل تهليلة صدقة كل تكبيرة صدقة أمرك بمعروف صدقة نهيك عن منكر كلمة طيبة صدقة ثم قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتيت أهلك صدقة يعني الإنسان لم يبكتب مع زيبته صدقة فقالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا أهله وله صدقة قال نعم ما بقى لكم لو فعلاه في حرام أكان عليه وزرا قالوا نعم إذن الكلمة الطيبة زي ما بيقولوا من قلب أريبة أي من لسان أريبة صاحبها أريب صاحبها أريب من مين من ربنا سبحانه وتعالى أريب من الجنة بعيد عن النار هكذا هو صاحب الكلمة الطيبة ودايما في كل الأمور الكلمة الطيبة إيه صدقة صدقة من الله سبحانه وتعالى إحنا شيخ وليد معنا دلوقتي تقرير لمسجد الرحمن اللي موجود في القرية الوفاة العامرية محافظة الأسكندرية نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك تحتاهم المسجد ده هو تابع لقرية الوفاء من سنة 92 هو مبني الكدران بتاعته متشرخة وجيه وقف من الأوقاف على سبيل إنهم الجامع معدش يصلح للصلاة فطلبين وبناش الأهل الخير إنهم يقفوا معانا علشان خاطر الجامع ده يتبنى طبعا في ناس كبيرة وفي شيوخ وفي نساء بيجوا يصلوا فيه معدوش قادرين لإلا بيننا وبين أقرب جامع ما يقرب من كيلو نص أو اتنين كيلو وإحنا تابعين للعمرية محافظة اسكندرية والمسجد ده مبني على طريق أسفل بيخدم الناس المرة من هنا ومن هنا اللي راحين الكرة اللي بعد من هنا والقبل من هنا قبل من صحاب المكان فإحنا عايزين أهل الخير يساعدونا ويقفوا معانا نبني جامع لإن إحنا كلنا يعني على الله الحمد لله فإحنا بناشد أهل الخير يقفوا معانا والنبي لإن إحنا من 92 والجامع معرض للسقوط وإحنا حاليا دلوقت مش معانا حاجة نجوم الموضوع الجامع ده فيساعدونا لوجه الله بناشد أهل الخير يساعدونا في بناية المسجد المسجد من 92 وجدرانه مشرخة ومعودناش عارفين نصلي فيه بنصلي في بيوتنا ما فيش مكان نصلي فيه وإحنا في الصحراء بناشد أهل الخير يساعدونا لإلا ظروف على قده معانا الجامع ده مبني من 92 وثقفى الهندسيا بقاله سنة إحنا ثمن ثلاث نسمة بنا وبين أقرب جامع كيلو ونص كلنا ناس كبيرة وكله بصلوا في بيتنا وديه جامع على الطريق جامع على الطريق السريع بيخدم الناس قبل أنا أنا عايز أهل الخير يساعدونا فيه إحنا بنطالب أهل الخير لإنهم يساعدونا في بناء المسجد إحنا قرية كبيرة جدا يعني حوالي 8000 نسمة أو 9000 نسمة وهنا الناس مش قادرة اللي هي يعني تبني المسجد ده أو تكون ببناء المسجد فإحنا بنطالب أهل الخير اللي هما يقوموا معانا ببناء هذا المسجد لأن هنا الناس كلها على الله وناس كلها بتشتغل على دراحها فإحنا بنطالب أهل الخير ببناء المسجد المسجد ده يعني مبني من 92 والمسجد يعني هائل للسقوط والناس مش قادرة الناس الكبيرة الناس المسنة مش قادرة اللي هي تطلع تصلي في الكرة المجاورة لأن الكرة المجاورة بعيدة عن المكان بحوالي 2 كيلو ماشي فإحنا بنطالب أهل الخير يعني رأفة بالناس الكبيرة بس إحنا بنطالب الناس الكبيرة اللي هي تطلع حتى تصلي في المكان اللي إحنا مقيمين فيه لأن في ناس عندها 70 و 80 سنة مش قادرين اللي هما يطلعهم يروحوا أي قرية تانية والناس ما بتروحش تصلي الناس كلها بتصلي في بيوتها فإحنا بنطالب أهل الخير لأن هذا المسجد يعني يعني ماسك ماسك يحتبر على الصحراء فالناس حتى المرة اللي على الطريق بيخشوا حتى يصلوا فيه فإحنا بنطالب أهل الخير ببناء هذا المسجد اللي هما يساعدوا أهل المكان ببناء هذا المسجد الجامع ده مبدأ من زمان وهي اللي السقوط وإحنا ناس كبار ومش لإحنا نروح ما فيش حد يعني 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 عايزين مساعدة من عندكم ده بيطة ربنا سبحانه وتعالى وربنا يقويكم في فعل الخير يا رب ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين ولست مكملين كلامنا مع الشيخ وليد الشيخ وليد هايزين نعرف برضو من حضرتك برضو فضل الكلمة الطيبة دائما يا أستاذ الكلمة الطيبة أحدهما يدخل بها الجنة من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة وبكلمة تدخلين بها النار بكلمة يرفع بها أقواما وبكلمة يخفض بها آخرين بكلمة تحكمي على إنسان بالإعدام وكلمة أخرى بالبراءة ولذلك الناس اللي تشهد زور على بعض شوف حضرتك كلمة تبرأوا مما فيه وكلمة ممكن تحط حبل المشناء في الأبط ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدها من الكبائر فقالوا يا رسول الله يا الكبائر إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والقتل وقصف المحصنات وكان صلى الله عليه وسلم متكئا ثم اعتدل قال إيه؟ ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور حتى الصحابة قالوا إيه؟ ليته سكت لأن كلمة الزور بيهو بها ابن آدم إلى قاع النار لأنك أنت ألبت الحق باطل وألبت الباطل حق فلذلك كانت العاقبة وخيمة أمام الله تبارك وتعالى الكلمة الطيبة دايما ترفع أقواما تبني ما تهدمش ترفع ما تنزلش ولذلك في أول الحديث قلنا اتق النهرة ولو بشك تمره أي صدقة بسيطة اللي هي شك تمره هي هتشبه حد ولا هتغني حد عن الجوع ولكنها أقل ما يقدمه الإنسان لله سبحانه وتعالى طيب يا ربي لو ما لقيتشي اتشك التمره أعمل إيه قال تحدث بأسلوب جميل الكلمة الحسنة وهذا التقرير اللي احنا شفناه وهذا المسجد الذي رأيناه وهذه المؤسسة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لتعمير بيوت الله تبارك وتعالى ألا وهي مؤسسة عمر ابن عبد العزيز أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها ربنا سبحانه وتعالى قال إيه لينفك ذو ساعة من ساعة يعني الإنسان اللي عايز يتصدق ربنا ما قلاش يتصدق بكل مالك على قد ما يقدر على قد ما تقدر بالضبط لينفك ذو ساعة من ساعة والله ساعتك مال انفك من المال ساعة كلام وإعلام انفك من هذا الأمر ساعة كتابة وكلام انفك من هذا الأمر طب ساعة إن أنا مثلا صنيعي بتاع بلاط بتاع محارة أشتغل طب ما فيش كل ده ولو بكلمة طيبة تقول للناس اللي شغلين الله يبارك لكم يا رجالة تعمل لهم شيء ترفع من روحهم المعنوية ترفع من روح المعنوية بتساعدهم أحسن ألف مرة من إنك تمنوا عليهم أي أو إنك تقول هي الفلوس اللي بتبرعوا بادي بتروح فين بتيجي منين أي شككت الناس في الأمر وشككت الناس فيه في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى دي بقى الكلمة الخبيثة دي الكلمة الخبيثة الهدامة أي اللي صاحبها يمكن يهو بها في نار جهنم وهو لا يعلم هذا الأمر أي ربما يكون بيهذر مع صاحبه ربما بس أنت معرفتش معناها إيه وده من الناس اللي سمعوها الله يكريمي الناس برضو يا أستاذة مهما حضرتك تعمل فيهم الكلمة الطيبة النسبة لهم تقيلة أي لكن الخبيثة ممكن تنتشر أي لو طلعت إشعة على حد هتنتشر في سوائن الدينية كلها تصدقها آه دي حقيقة طب كذب الأمر تاخد سنين عما على بل ما تكذب لأنت أتقال شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أي إجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثيب الله تبارك وتعالى على الكلمة الطيبة أفضل ما يثيب على شيء آخر وأفضل كلمة قالها ابن آدم هي كلمة التوحيد أشهد أن لا إله لله وأن محمد رسول الله لذلك من هذا المكان وهذا البرنامج المحترم ومع حضرتك أدعو جميع المشاهدين للصدقة لله تبارك وتعالى والصدقة مش في أي مكان دف بيت من بيوت الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة ربنا سبحانه وتعالى أذن في بناء هذا المسجد وسوف يبنى وسوف يكتمل بإذن الله وإن شاء الله هنشوف اللي افتتاح بتاعه وإن شاء الله وإن شاء الله هنفك الغم والحزن على أهالي هذه القرية لأن المسجد روحه هذه القرية القلب الذي ينبط في هذه القرية فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتمل على خير وأن يبنى على خير ونصلي فيه جميعا بإذن الله تبارك وتعالى رب اللهم أمين يا شيخ وليد وإحنا كمان معنا تقرير تاني لمسجد الكبير اللي موجود بقرية أبو المعاطي الباز بدأ أهلية هنشوف التقرير ونرجع نكمل كلمة إن شاء الله إن شاء الله أستاذ دلوقتي إحنا معانا الحج سيد من أهل المكان ومن أهل القرية والقائمين على المسجد وهو حيحدثنا عن تاريخ المسجد وحاجة المكان ده للمسجد وتوسعة المسجد إن شاء الله ونشوف إيه المطلوب من أهل الخير إذاك حج سيد إذاك أهل مولانا والله يبارك عمرك رب إحنا عايزين نعرف المسجد ده مبني بقى له قد إيه وإيه المطوب من إنا دي البقى واللهي المسجد ده أنا أول على آية أنا عنده 40 سنة بس أسمع الناس تقول من 70 إلى 80 سنة عمر طبعاً زي ما أنت شايف المسجد في أماكن كتير زي ما أنت شايف مشراخة وبيضة وطبعاً الفلق كبرت وهم بنيجي تصلي الجنازة طبعاً مفيش مكان نصلي فيه بتصلي في الشارع لأنه طبعاً الجامعة منافعه كتير بس الجامعة صغيرة فإحنا بالناشط أهل الخير إنه يقفوا معانا وإن ابن الجامعة دي بيت من بوت الله يعني طيب هل فيه خطة لتوسعة المسجد يعني فيه أماكن إضافية المكان ده أنا شايفه خارج المسجد مساحة لا بأسة بها وهل فيه أماكن تانية يعني فيه خطة الهدم والبناء المسجد ده حيتم توسعته حيتم توسعته طبعاً هي عايزين كتير خالص لأنه عندنا المبنى دي كانت توحدة صحية قديمة فهتخش في المسجد طبعاً هيكبره جداً والبرندات وهيبقى مسجد كبير خالص إن شاء الله طيب هل المسجد هيكون مستقر أو يعني متوقف لعنه مسجد فقط ولا هيكون فيه دار تحفيز والمستوصف الطبي هيشتغل هيبقى فيه تحفيز القرآن وهيبقى فيه كل حاجة إن شاء الله إنه لأن المستوصف الطبي دي فيه مكان ليه تاني فهيتوسع في المسجد فهيبقى مسجد وتحفيز القرآن ويعني عشان المسجد ما باخدش الناس أصلاً فهيبدأ ياخد أهل القرية كده يعني اللي أنا شايفه إن ده الأكبر مسجد في القرية ده اللي بتقام فيه الجنائز واللي بتقام فيه الجمعة ولكن حجمه غير طب بقى في الشارع طبعاً إنه ما فيش بنفرج بقى في الشارع مرة وبنصلي إنه مش بخدنا الكتلة يعني الناس كترين طيب هل إحنا سمعنا إن المسجد طلع له تصريح هدم وبناء آه طلع له هدم وبناء طلع له رخصة هدمه ورخصة اللي بنا الوقت شغالين فيها إن شاء الله طيب إحنا 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 المطلوب بقى من أهل الخيرة علشان نبدأ مع عملية الإحلال وتجديدة بس يساهموا معنا إن شاء الله كلنا بردك هنساهم بردك ده حاجة لربنا سبحانه وتعالى وإحنا كلنا بردك هنساهم بمجهوداتنا وبمالنا ده حاجة يعني صدقة عظيمة حاجة قدامنا إن إحنا نعمل حاجة قويسة يعني أهل القرية اللي أنا فهموا من حضرتك إن هم ما هيبذلوا استطاعتهم في المسجد ولكن محتاج يقدروا طبعا إن مساحة كبيرة طبعا والدين يا زمان تشايف حضرتك بس كل واحد هيساهم على قد ما يقدر يعني إحنا إحنا شايفين الصدق في كلام الحج سيد وأي حد هيجي يزور المسجد هنا حيلاقيه موجود إن شاء الله وحيستقبله والمسجد طلع له تصريح الهدم والتصريح المبناء بيخرج على طول في وقت سريع إن شاء الله فإحنا محتاجين من أهل الخير يعني ساهموا معنا أهل القرية حيبذلوا جهدهم ويعني أعديهم للمسجد وكمان إلا حيقدر يساهم بجزء من المال أو بأي حاجة تساعد مع المسجد مش حيتأخر ولكن ده حيكون غير كافي لأنه لو كان ده متاح كان زمانهم عملوا عملية الإحلال والتجديد بدون ما يلجأوا لجمعية عمر بن عبد العزيز أو ينشدوا أهل الخير وده باب من أبواب الخير وإحنا بنوعد الحاجة سايد إن شاء الله في القريب العاجل هننزل لإحلال وتجديد المسجد الكبير بإذن الله عاوزين نوجه رسالة لأهل الخير هل هيجي هنا المسجد أو يتصل بجمعية عمر عبد العزيز أي شر في أي وقت هاتلانا متواجدين ويتبرع في المحجر هنا هو تقول نحن نتبرع برضك وهنجيب اللي عايز يجيب أسمنت اللي عايز يجيب طوب المسجد بتاع المحجر الموجود اللي هيحطها حي حاجة يحطها بإيده عشان يبقى متأكد أنها يتحط هنا عايز يحط طوب يحط أسمنت المحجر رائب مننا جدا جميل جدا يعني ممكن المتبرع ييجي يروح يعني يحجز مثلا من عاوز 3-4 طيبنا حديد على حساب المسجد عايز كم أسمنت على استطاعته بالنسبة للأكل كل أهل البلد هيبردك بالنسبة للأكل كله هيطلع كل واحد هيبقى عليه أكل يوم والناس مش متأخرة قالوا نفسكم من المسجد تتبنى بس إن شاء الله يعني الرسالة واضحة وإن شاء الله قريبا هنشوف حضراتكم هنا في المسجد وإتصالاتكم للأرقام واضحة قدامكم على الشاشة وكلنا ثقة إحنا مقبلين نقع على رمضان بقي شهور قليلة ولكن إن شاء الله في أسرع وقت هيتم عملية الإحلال والتجديد المسجد الناس محتاجا فعلا لأنه هو المسجد الكبير بس اتبنى من سنين كتير فحجمه بقى صغير بمقارنة عدد السكان لذلك في صلاة الجمعة بيكونوا في الشارع وفي صلاة الجنازة بيكونوا في الشارع هذا لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي المؤمنين وإن شاء الله عز وجل في القريب العاجل هنلاقي المسجد ده في أفضل صورة بإذن الله أرجعنا لكم عزيزي المشاهدين من تاني شيخ وليد عزيزي نعرف من حضرتك فضل التبرع لبناء المساجد والله يا أستاذة في هذا التقرير الواحد يأسف أسفا شديدا لأن المسجد له عمر يعني الرجل بيقول بقله 80-90 سنة فتخياله وقفنا أجيالا أجيال كانت ترفع يديها لله تبارك وتعالى في صلاتها أجيال كانت تركع وتسجد وتكرأ الكرآن وتسمع دروس العلم لكل زمن عمر افتراضي ولكل حاجة في الدنيا عمر افتراضي حتى ابن آدم ابن آدم مش هيخلت في هذه الأرض له عمر افتراضي وينتقل الله تبارك وتعالى المسجد يشتكي لله سبحانه وتعالى المسجد تشققت جدرانه متهالك المسجد لا يأمن أن حد يصل فيه هكذا يكون بيت الله تبارك وتعالى في أرضه هكذا يشتكي بيت الله سبحانه وتعالى للناس ويمكن قليل اللي يستمع هذا الأمر إذن من المسؤول في هذا المشهد كلنا كل من رأانا وكل من شاهدنا وكل من رأى هذا التقرير فهو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى ليست مسؤولية مادية ولكن مسؤولية معنوية إنه يرشد غيره إلى التبرع ولو بكلمة طيبة زحنا نتكلم في هذه الأيام وهي الأشهر الحرم التي ذكرها الله تبارك وتعالى زي ما ربنا ضاعف الحسنات ربنا سبحانه وتعالى بضاعف السيئات طب قيمة الصدقة في هذه الأيام وزي ما رسول الله سيد الله عليه وسلم قال إن لربكم في أيام دهدكم لنفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصبه نفحة من الله فلا يشكى بعدها أبدا زي ما يقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيدينا هدايا وبيدينا نفحات عشان إيه عشان يبركلك في صحتك وفي زوجك وفي أولادك وفي عملك وفي منزلك وفي صحتك وفي كل شيء ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك يبركلك فيه وزي ما قلتلك ربنا سبحانه وتعالى مش عايز المال كله فهذا جزء بسيط لإعمار بيت من بيوت الله تبارك وتعالى طب إيه الجزاء يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من بنى بيتا لله بنى الله تبارك وتعالى له بيتا في الجنة هل بيوت الدنيا زي بيوت الأخرة لا طبع بيوت الدنيا إيه مبنية منطوب رمل أسمنت بالضبط لكن بيوت ربنا سبحانه وتعالى لابنت من ذهب ولابنت من فضة فيها ولدان مخلدون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ده ربنا سبحانه وتعالى بيدك الهدية في الدنيا ومنتظرك إن شاء الله في الأخرة بس سارع ولا تسوف الأمر ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا ما فيه بعض الناس توسوس لهم الشيطان الأولاد مصاري في المدارس أي ما يعملش الحسنة الشقة التزمات العربية التزمات كل ده يكركب الدنيا عليه وفي الأخرة من الشيطان العصلك يخليك تنسى الله يكرمك فاحذر مكائد الشيطان وربنا قال إيه إن كايد الشيطاني كان ضعيفا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مما يلحق العبد في دنيا بعد ما ماته إيه يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم مسجدا بناه أو مصحفا ورفا أو علما علمه للناس كل ده يزبأك في أخرتك ولذلك أحد الصالحين رأى رؤيا رأى إيه إن ملك من الملائكة خدوا وراها الأسور بتاعت الناس فقال لمن هذي الكسور قال لمن دفع ثمانها في الدنيا دفع ثمانها إيه صدقة كلمة طيبة صلاة صوم كل ذلك فالرجل الصالح عايز يشوف البيت بتاعه في الأخر أي فوجده بيتا من خشب قال إيش معنى أنا قال ما كنت تتصدق في الدنيا على قد ما كنت مفهامك في الدنيا على قد ما عملت في الدنيا جزائك في الأخرة أي فوجد أنه بيتا من خشب مش طوبة من دهب وطوبة من فضة زي الصالحين أي فكل إنسان يعمل لهذا الأمر كل إنسان يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هيلاقيه في الأخرة أي طبا هيسألك عن مالك هيسألك عن وظفتك هيسألك عن عيالك هيسألك عن زبتك هيسألك عن علمك طيب لو إن إنسان يدرك معنى المسجد وقيمة المسجد وتعلق قلب أبنائه بالمسجد أحسن حاجة في الدنيا أما تعلق قلب ولادك بالمسجد بحب المسجد ما تعلقهمش بوسائل التواصل الاجتماعي ولا بالصحبة السيئة أي ولا تعلقهم بالمال والسيارات والحاجات الفارهة أي علقهم دايما يكون قلبهم دايما متعلق بالله سبحانه وتعالى ونعم بالله يكون الصلاة بالنسبة لهم أفضل من قلبهم تكون الصلاة واتباع الصلوات كل مرة ظهر عصر مغرب عيشة ويتعلق قلب هذا الولد بالمسجد طف الآخر قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل من يا رسول الله رجل قلبه معلك بالمسجد حضرتك مدركة هذا المعنى الناس وقف قدام ربنا سبحانه وتعالى عراية كل واحد العرق يلجمه على قدر أعماله فيه للغاية كعبه فيه للغاية رجبته فيهم من يلجمهم العرق الجامن وفيه ناس تستظلوا تحت عرش الرحمن في اي بي بل همش دعوا بحد خالص استفاهم الله تبارك وتعالى وأجلسهم تحت ظل عرش هم من يا رسول الله رجل قلبه معلك بالمساجد بإعمار المساجد بحب المساجد بالصلاة في المساجد بتعمير المساجد والتعمير يا إما تعمير معنوي يا إما تعمير حسي معنوي بيصلي ويصوم ويعمل كده طب حسي كل ما يحتاجه المسجد المسجد محتاج بلات يجيب له المسجد محتاج شبابك يجيب له المسجد محتاج سجاد يجيب كل ما يتعلق به المسجد يؤتي به لأن سوابه عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم طيب شيخ وليد عايزين نتكلم برضو عن دور المساجد في المجتمعات يا سلام المسجد يا أستاذة روضة من رياض الجنة في الأرض اللي عايز يشوف الجنة يشوف المساجد المساجد مش هتلاقي فيها صحبة سيئة أكيد المساجد هتلاقي فيها آية أو تستمعي لآية تهديك لله تبارك وتعالى المساجد فيها كراءة قرآن المساجد فيها دروس علم نحن نعيش في أمية علمية إسلامية فقهية محدش عارف حاجة أجل حقيقة والله العظيم يا أستاذ بكلام بجد حقيقة صح علشان كالناس ما بتخصش المساجد الناس دلوقتي مش عارفة بعض الأمور الفقهية البسيطة يعني فيهما يا والله فيه ناس ما تعرفش الصلاة بتصال إزاي فيه ناس ما تعرفش الزكاة إمتى للأسف يعني برضو ده يعني جالم من التربية برضو يا شيخ وليد يعني أنه نحن مقصرين برضو في حقنا ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته تحقيقا الرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها حتى الخادم اللي بيخدم في البيت مسؤول عن هذا البيت وكلكم راعي وكلكم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن هذه الرعية ما هو ربنا يسألك عن أولادك ربنا هي حسبنا عملوا إيه؟ كانوا بيصاحبوا مين؟ كانوا ماشين مع مين؟ كانوا بيصلوا ولا ما بيصلوش؟ كانوا بيقروا قرآن ولا لا؟ كانوا بيقروا قرآن ولا بيقرس قرآن؟ كانوا بيدخلوا المسجد أصحاب مين؟ مين أصحابه؟ أي لأن الصاحب ساحب شوفي من صاحبك أقولك أنت مؤمنة ولا غير مؤمنة أي شوفي من صاحبك أقولك أنت تقية ولا شريرة أي شوفوا من صاحبك أقولك أنت بتتصدق لله تبارك وتعالى ولا بخيلة كل هذه الأمور موجودة في المسجد فالمسجد روضة من رياد الجنة في هذه الأرض وصاحب هذه الروضة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلمها كان هو القدوة كان هو المثل الأعلى طب الطلاب مين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي نقلوا لنا هذا الدين طب المادة الدراسية كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه طب الشهادة لا تخذها في الآخر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تدخل بها الجنة فما أعظم من بيت من بيوت الله تبارك وتعالى في أرض ده يكفي أن ربنا سبحانه وتعالى نسب هذا البيت لنفسه قال إيه إنما يعمر مساجد الله إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا في بيوت أذن الله أن ترفع أذن يعني أمر أذن إن ربنا سبحانه وتعالى يبنى هذا المسجد يصلى في هذا المسجد وإن شاء الله هنصلى فيه لا محالة وهيبنى لا محالة كل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى أحنا نشكرك يا شيخ قريد ودائما منوارنا في فطوة عزيزة ربنا يبرك بحضرتك يا رب أعزاء المشاهدين فاصلة ورجع لك وتاني استنونا ورجعنا لكم عزيزة المشاهدين ومعانا فقرة مهمة جدا إحنا كلنا بنستنها ومحتاجنا كتير مننا بنسمع عن العلاج بالأكسوجين النشط سواء في الأمراض المزمنة أو الأمراض المناعية بس مش عارفين يبدأوا إزاي وفين وهل الأكسوجين النشط ده مناسب لجميع الأعمار لأن في أطفال بتعاني من السكر والأمراض المزمنة وهل ليه أعراض جانبية كل ده هنعرفه مع دي في المشاهدين النهاردة فقط هو عزيزة الدكتور طارق الشازلي استشاري أمراض البطنة والجهاز الهضمي واستشاري العلاج بالأكسوجين النشط أهلا بك يا دكتور طارق ودائما منورنا الله يخليك يا فن دكتور عايزين قبل ما نتكلم عن العلاج بالأكسوجين النشط عايزين نتكلم عن حاجة مهمة جدا الدور اللي بيقوم بالأكسوجين النشط في تنشيط الخلية والبانكرياس حلو والبانكرياس عضو زي بقية العضاء زي الكبد زي الكلة وده الجسم اللي إحنا بتاعنا بيتكون منه إحنا بيتكون من أعضاء زي ما إحنا قلنا طيب كل عضو ما تكون من ملايين من الخلايا إنك تقدر توصل للخلية الغزاء بتاعها من الفيتامين والمعادن ومضادات الأكسادة والأكسوجين طبعا بتتحمي بمضادات الأكسادة أي والأكسوجين أنت بتقدر تخلي الخلية تشتغل على أعلى مستوى وبتقدر ترفع شحن بتاع البطارية بتاعها بدلا من 20% لقدر نوصل لمية في المية لمية في المية أكيد طب أنا لم يبقى عندي العضو زي البانكرياس زي ما إنتي بتقولي ده بيتكون من زي ما إحنا ملايين أنا لما أقدر أوصله الفيتامينات بتاعته المعادن أحميه بالمضادات الأكسادة وأعمل تلشيت والأكسوجين وأقدر أن أنا أبعد عنه اللي هي الشوارد الحرة اللي هي بتخش تهاجم الخلايا وتسبب أمراض غاية في العنف أي سواء ممكن تسبب سرطان آت سبب ممكن تسبب عجزة إحنا لما نيجي نبص هنا مثلا في الفيديو الموجود ده عندك نوعين من السكر إما بن كرياس النوع الأول بن كرياس مش قادر يطلع إنسولين خالص وده بيعتمد على الإنسولين طول حياتك يا إما أنك أنت بن كرياس كسلان مش قادر يوفي الخلايا الإنسولين اللي لازم أو بيطلع إنسولين وفيه مقاومة للخلايا يا إما الإنسولين مش كفاية يا إما فيه مقاومة في النوع الأول بيخش الأكسجين النشط بيحل مشاكل السكر نفسه تمام بيحل مشاكل السكر نفسه تمام في النوع الثاني بيقدر يرجع لي الكفاءة البن كرياس إنه هتطلع الإنسولين الكافي ويحسن لي مقاومة الإنسولين الاتنين ده في النوع الثاني في النوع الثاني طيب لما نيجي نتكلم على أخطر حاجة بتسبب لك مشاكل في السكر اللي هو أعراضه أيه السكر طول لو أنت مزبط مستوى السكر بتاعك أكلك كويسة أكل مزبوط خلاياك كويسة أنت متصالح مع هذا المرض تمام لكن هو مرض من الخبس هو عمره ما بيسيبك في حالك دايماً بيحضر لك المفاجآت ولازم أكون أنا مصاحب أو يفهم أتعامل إزاي لازم لأن هو مرض بيحضر لك المفاجآت بتاعك هو بيبتدي القصة بحاجات سببها تصلب الشرائين ببساطة قصة تصلب الشرائين إن الشرائين مقفولة مسدودة بالدهون زي مخفضة الكسافة ومها حاجات بتلمها زي الصفايح الدموية وكده جدار حتى الخلية بيبقى مش مارن بيبقى متصلب عشان جد طب أنا لما الخلية بتاعتي بتتقفل وتسد يبقى إزا الخلية في الآخر مش هيوصلها الكلام اللي احنا قلناه في الأول لا هيوصلها فيتامينات ولا معادل ولا هتقدر أنها تكون نشيطة ولا هتوصلها أكسوجين طب حصل ده للشرائين الجسمي على المستوى كله هتلاقي نبتدي من أول الرجلين هتلاقي التنميل والشكشكة والحرقان والألام الشديدة هتخش على الأعضاء التناسلية تلاقي ضعف جنسي هتخش على كلا ممكن يحصل فشل كلاوي لأنه بتضرب حاجة اسمها مايكرو سيركوليشن الدورة الدموية الطرفية أي هتخش على الكبد دي عمل تدهن الكبد على شرائين القلب يعمل لك مشاكل يعني هيتشعر بقى النظر هيخش يعمل لك مشاكل في النظر أي ده مهم حتى على مستوى الجمال على الفكرة تلاقي الشعر بيقع وفيه تراخلات في الوش لأن طبعا الخلاب تبقى مع الجزة وده طبعا ممكن الفيديو اللطيف ده اللي هو بيين لك رجوع الدم و رجوع الدم طب هنا هنيجي نبص على دور الأكسوجين النشط هنلاقي فيه شوريانين واحد مزدود واحد مفتوح واحد مفتوح هنا ده بيخش دور الأكسوجين النشط أنه هو بيخش يتفاعل مع الدهون بيشيلها بيعمل توسع وبيعمل أو بيطلع مدزة البروستا سايكلين بيتيدي وسع الشرايين أنا شلت لك الدهون اللي سادة وسعت لك الشرايين رجعت لك الدم بدي بقى مسحل أن الأكسوجين يتخل الجسم الدم والأكسوجين الموضوع مش أكسوجين وبس تغذية كاملة زي العمر أنا برجع لك الدم بما يحمله من مواد غذائية بيتامينات ومعادن وأكسوجين ومضادات أكسادة ده من الحاجات المهمة جدا وده لما يحصل ده بيبتلت تلاقي التنميل بيخف الحرقان بيخف بقدر أحمي الأكهزة بتاعتي من الخطورة لأنني بقلت لك السكر بيحضر لك مفاجآت هو مرض خبيث فأقدر أحمل كلا ما حصل لكش فشل كلوي مشاكل في القلب وخلافه طيب إحنا يا دكتور معنا دلوقتي تقرير للفنان صبر عبد المنعم حنشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك ماشي يا فنان حقيقة يعني أنا مش عارف أتكلم أقول إيه لكن هبتدي كده بقاية بسيطة كده من آية القرآن الكريم لا يستوي اللذين يعلمون أو اللذين يعلمون في أبحاث كتيرة أو اتعاملت مثلا على حكاية الأكسوجين النشط بجزء كده من تفكير البني أدم خدوا ناحية السكة دي الأكسوجين النشط ده عمل حاجات كتيرة جدا 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 لناس كتير منهم أنا وأنا شفت حالات كتيرة أوه هنا في الراية ده عايز بقا أكلم حضرتكو عن حاجة يعني بالنسبة لي شخصية يعني ما حيبش أكلنا فيها كتير لكن أنا أصبت بالكنسر جالي في كذا منطقة في جسمي جالي الأول في دراع الشمال والتريسيبس كل تشال وبعدين جالي بعد كده في الرئالمين وتشال أجزاء كتير قوي منها وبعدين جالي في البولورة ويعني قدرنا بعم طريق العلاج الكيماء والإشعاعي إن إحنا نسيطر عليه ونوقف النمو بتاعه الفترة دي خدت مني خمس سنين العلاج الكيماء والإشعاعي سابوا فيي أثار رهيبة جدا 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 لما ابتدين نشتغل على اللوكسوجين النشط ابتدت حاجات كتيرة قوي في الخلايا تصحح وخصوصا خلايا الرئة ابتدت بيصالها نعمل أنواع الكورريكشن الجديد فكأن تخلقلت لي رئة جديدة الألام بتاعت دراعي ابتدت تخف الألام بتاعت المشكلة البرلورة ابتدت تخف شوية يعني بعد 3-4 جلسات ودي نمداوم على الحكاية دي وإن شاء الله هيبقى فيها نتاية كويسة وبنصح كل الناس اللي أمه راح يعني تحراج للعلاج الكيماء والعلاج إشعاعي إنهم يلجأوا الأكسوجين النشط لأنه فعلا هيعمل شيء جديد معهم هيعمل إعادة خلق لكل التدمر من العلاج الكيماء دي مرض كمان يعني ربنا هيجيش في الناس كلها منه ويعني بيأثر بشكل يعني وحش قوي 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 على نفسية اللي بيجي له اللي هو الروماتويد الروماتويد أنواع كتير قوي قوي منه بيطلع له علاج بيقول له وجيه علاج مش عارف إيه وعلاج إيه وعلاج إيه لكن هو فعلا مرض ربنا يحفظ البشرية منه الأكسوجين النشط بقى فعلا مسته إنه هو بيشتغل على الحكاية دي وبيشفي حالات كتير قوي كان ليه واحدة ربتي وده عن تجربة شخصية جاتل العيادة هنا في ثالث أو رابع جلسة ابتدت تحسن كان فيه تنميل في الأطراف وكان فيه تماما في أطراف الرجل وكان فيه مزاج كمان سيء يعني الحالة النفسية كانت سيئة جدا جدا وكان المرض بعيد عن السماعين يعني بيسيب أثر نفسي سيء في البريء آدم فبتدت تحس بالحكاية دي فبتدت نفسها تتحسن كانت بتاخد أدوية اكتئاب بتدت تمنع عنها وابتدت تعمل نفسها ترفض أدوية كتير قوي وابتدت تقدم وتتحسن والله وللتذكرة العيادة دي مش بس هنا في المكان اللي أنا فيه في المهندسين لأ دا فيه 22 مركز في كافة المحافظات يعني إن شاء الله الفايدة هتعمح لناس كتير في حتة كتير قوي ونتمنى ان احنا نشوف فيها الناس كتير بيتعالجوا وبيخرجوا من دايرة الأدوية وبيخشوا للعلاج الغير مكلف واللي بيجيب نتائج سريعة جدا بإذن الله ربنا معانا ومعاكو وليش في كل مريض إن شاء الله يعني فيه حاجة كدفتني زيار قوي اسم المركز اللي بيعالج بالكسجين والنشط كيور كلينيك حاجة كانت أهم بقى أبدا يعني عشان الظروف اللي احنا فيها كلنا يعني وربنا يساعدنا يعني العلاج بسعر مناسب جدا 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 لكل الطبقات وكل المستويات ربنا يشفي وإن شاء الله على قدر المركز تتحسن حالات ناس كتير قوي وربنا معاهم ومعانا ويقدرهم ويقدرنا شكرا جزيلا ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من تاني وزي ما قال الفنان صبري عبد المنام أن العلاج بسيط ومش مكلف إحنا كمان معانا مفاجأة حنسمحها من دكتور طارق نفسه ممكن حالك تقول لنا بقى المفاجأة للمحضرة للسادة المشاهدين وحنا طبعا فيه خصومات أولها أن إحنا أي الكشف هتخصم من أي إجراء بيتعامل حيبقى تقريبا مجاني يعني الكشف مجاني الكشف هتخصم من أي إجراء يتعامل هتخصم وبتبقى فيه حاجات جلسات بنعملها برضو أوفرس جلسات بيتتعامل مجاني بجانب الجلسات الرئيسية وخلي بالك إحنا يعني أنا بس بأكد برضو موضوع الكشف فعلا مجاني لأي إجراء حيتم هيبقى يتخصم منه وخلي بالك إحنا وده بأمانة والله بي ما يرضي الله إن إحنا كتيم وورك بنتعامل مع المرضى بتوعنا بإن إحنا بنحاول نقدم على قد ما نقدر مساعدات طبعا على قد ما نقدر المساعدات في حدود الطاقة وفي حدود الإمكانيات خاصة إنهم والله بيبقوا فعلا حاجة غاية في الجمال بغض النظر عن أي شيء أكيد طبعا طيب دكتور عايزين نتكلم برضو عن مرض السكر ودول الأكسوجين في علاجه يعني إحنا ابتدينا في كلمنا أن إحنا هو زي ما احنا قلنا أنه السكر بمشاكل زي ما احنا قلنا تصالب الشرائين وشرحت إزاي هو بيخش يفتح الشرائين ويرجع هو أهم حاجة اللي هو بيحميك من بعض الحاجات اللي المرض السكر بيحضرها لك اللي هو لقدر الله قدم السكري دي بقى المشكلة كبيرة هو دايما مش هدفه تنميل ولا هو هدفه عجلة كبيرة هو هدفه تدمير حاجات معاناة زي ما احنا قلنا زي الفشل الكلب والقدم السكري القدم السكري يعني الشرائين الترفية ما فيش دم خلاص ما بيوصلش خلاص فده نتيجة دم يبقى وسط كبان قوي جدا لوجود البكتيريا واللاهوائية هو أنواع بكتيريا أو زي ما احنا قلنا الفطريات هو بيخش بيوسع الشرائين الدم يخش تاني في الشرائين بيبتدي هو أصلا بكتيريا صيدة القاتل للبكتيريا فأنا وصلت لك الدم للأطرافك بكتيريا قتلتها لك حتى لو بتاخد مضاد حاوي أو علاج هقدر أوصله لهذه الأطراف لأن طول ما الأطراف دي مسدودة ما فيش أي علاج حيوصل ممتهى البساطة ده من الحاجات المهمة جدا احنا برضو معنا تقرير دلوقتي حنشوفه ونرجع نكملت كلفنا مع حضرتك حاضر أنا كنت تعبنة جدا وكان بيجيني صداع على عناي والمناعة عندي قد ضعيفة وكانت دايما بيجيني نزلات برد كتير في الشتاء فكنت دايما راح لكذا دكتور أنا ما جيت هنا معرفة الأكسوجين النشط فأخدت الجلسات فأنا من ساعة ما خدت الأكسوجين النشط فالحمد لله المناعة عندي تحسنت وكان عندي نقطة في رجليا كده الحمد لله راحت والحمد لله الصداع اللي كان عندي بيجيني على عناي الحمد لله تحسن خالص والحمد لله كده المناعة تحسنت عندي دي كنت بشتك من السكر كان بيوصلت 250 وساعات 450 وكان لي مضاعفات تنميل في الأعصاب زائد أي مجهود بعمله باتعب بصرحة والحمد لله النهار في الجلسة 11 والحمد لله ما فيش تنميل أو أقل بصرحة والمجهود ما فيش الحمد لله والسكر متوسطه 135 والحمد لله رب العالمين أنا كان عندي تنميل في رجلي وارتفاع في ضغط الدم ما بينزلش أبداً يعني على طول 220 محصور بين المتين والمتين وعشرين سكر 290 مع أول جلسة حسيت بتحسن وقلت لهم أنا أنا حسيت بتحسن من أول جلسة تنميل خف الأرص اللي كان في الرجلي خف الضغط نزل 50 برجة السكر نزل الدنيا بذبطت معايا فاستمريت وصلت دلوقتي رجعت حوالية مصر جلسة أنا بل بقيت سليم معافي الحمد لله السكر كان عملي بضعفات عندي في رجلي الحمد لله ما كنتش بقدر حركها وكان فيها جلطة فعملت عملية تستيق شرايين بس برضا كنت تعبانة كنتش قادرة حط الرجلي في الأرض خالص حصة بشكشكة وعصة بتنميل جامل ورجلي كانت زي ورمة كده مش قادرة حطها في الأرض خالص ورمة أخذة كانت شوز بيتخلع من الرجل ببحسش بيه خالص فالحمد لله سمعت على العلاج بالأكسجين الحمد لله الدكتور حدد لي 12 جلسة والحمد لله خدت من عين جلسة العشرة تحسنت الحمد لله وبقيت أقف على الرجل وبقيت أمشي الواحدة الحمد لله وبقيت أقف البابك الواحدة الحمد لله رب العالمين ربنا نزل شف على قديم ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من تاني دكتور طارق عايزين نتكلم عن نقص الأكسجين عند الأطفال وبرضو إن هو ليه دور مهم جدا في علاج مرض التوحد حلو جدا هو نقص الأكسجين عند الأطفال ده بيتم زي ما احنا قلنا قبل كده في أثناء الحمد أو أثناء الولادة أو الإصابة بعض الأمراض زي الصفرة معنى إن في نقص الأكسجين ده بيتسبب لموت بعض الخلايا أي وضعف الباقي إحنا اللي مادة خلاص عشان منكون أمنا ولكن الخلايا اللي ضعفت إحنا ممكن نعيد بنائها ونعيد تنشطها من جديد من جديد أم ولذلك كل ما بيبتدي العلاج بدري كل ما بيبتدي بنقدر نلحق أكبر قدر من الخلايا اللي تم إضعافها يعني من سنة كم عند الأطفال يضعون؟ من أول شهور أول ما بيبتدي الملاحظات بتاعتي أبدأ أعالج أعالج ألاقي الطفل فيه خلل في تحركاته في رشاطه في الأكتيفتي في الحركة في الماشي في الكلام والتوحد برضو؟ والتوحد بس طبعا حسن حالة التوحد حسن حالة التوحد حسن حالة التوحد لأنه هو بيحسن أحيانا الرياكشن بتاع التوحد ويحسن تركيزه ورد الفعل ورد الفعل وتركيزه في رأس الأكسجين نتائجه بتبهرني أكتر ولكن في حالات التوحد برضو تلاقي الأخصاء الاجتماعي اللي بيتعامل معاه لأن احنا ما بنسيبش العيان كده بنديله الكورس ويمشي بيبعث لي تقريب بقولي الطفل بتده يتحسن بتده بدل ما يبقى عنيف أو بيبتدي يهدى أكتر فده أنا بلاحظه في التوحد فنقص الأكسجين بتلاقي طريقة كلامه بتتحسن طريقة تركيزه بتتحسن حسب درجة وكمية الخلايا اللي تم تدمنها احنا برضو معانا تقرير لحالات توحد حنشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا ماشي أنا معانا تفلارميس عندها سامتين كان عندها مرض زفقا وسمحت عن الأكسجين شفته في التلفزيون والحمد لله أنا سبدأت تتحسن كتير طريقة التسام في المية يعني الحمد لله من الأول مرة كان راح تفقد الأمر خالص قلت كل ده كترة اللي تمحين عاما إلا مضادات حاوي ما فيش كل اللي تمحين وليك ما فيش منوش له علاج ومن ساعات بارك ماشتشفيت كلا مطلعات حتى معال مرة من غير أي حاجة خالص أرسية الحمد لله قلت بعمل عند ربنا الحمد لله قلت كويسة أنا أمامك عادل عادل عنده سامتين واربع شهور المشكلة اللي هو بيعاني منها دمور في المخ المشكلة دمور في المخ مؤثر على البصر هو ما كانش بتحرك خالص كان يعني زي البيبي لغاية ما شفت الأكسجين النشط في فرع المهندسية والأول عادل ما كانش بتحرك ما كانش في أي حاجة ولا كان بيحط إده ورا دهره ولا راسه ولا فبقه بعد الوقت الحمد لله بيع يتحسن بيعيحط إده فبقه بيعيحط إده وراسه بيعينام على إيده بيعي تقعده على أسنده بيعيقض الأول ما كانش كده وهو قاعد بيعيتحرك وهو قاعد بيعيتحرك وبينزل على على الأرض وبيقض والأول ما كانش بيصحف دلوقتي بيصحف لورا يعني كل ده فضل الله أنا أم يقين من ليبيا أنا كان بنتي عندها مشاكل كتير كان عندها الإمثال كان عندها نقص أكسجين كان عندها عدة مشاكل في القلب كانت كتير عدة مشاكل فجبتها هنا الأكسجين النشطة تبارك الله من رابعة جلسة وخامس جلسة بدأت تحسن كانت معناها ما بتبسكش أي حاجة ما تبدأ الحاجة قداما ما بتبسكهاش ما بتركزش عدة مشاكل كانت عندها الحمد لله حلت كتير باللوكسجين النشط ده والله العظيم أنا بانصح كل الأمهات اللي عندهم أطفالهم نقص أكسجين أو ما بينتبهوش أو مشكلة في الأعصاب ده بيريح كتير والله العظيم بنتي كان عندها عدة مشاكل فالحمد لله دلوقت حلت معناها خمس جلسة دلوقت لي والحمد لله بدأت تمسك الحاجة بتركز بناديها بتركز لي حتى مع العلاج الطبيعي بدأت تعمل نشطات كتيرة الحمد لله ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من تاني دكسجين بس أعلق على البتاعة ليبيا دي اللي في الآخر قالت نقطتين مهمين جدا حتة الإجهاد اللي هي كرونيك فاتيك سندروم الإجهاد المزمن وعدم التركيز الأكسجين النشط فعلا ليه دور رهيب جدا فهو بيحسن الزكرة ده من الحاجات ويحسن الإجهاد العام ده من الحاجات الرائع وتكلمت على الإمساك المزمن دي الأكسجين النشط بالذات حاجة اسمها دوكلوكولن حركة الأمعاء بتبقى ضعيفة جدا العين ممكن ما يقدرش يعمل البراز وده بتيبقى شيء عنيف بيحس انه مقنوق بيبقى مؤلم طبعا مؤلم جدا مع الأكل المعين اللي هو بيحسن البكتيريا النفعة ده مهم وبرضو الأكسجين النشط بيحسن البكتيريا النفعة وبيحسن حركة الأمعاء الجهاز الهضمي نفسه حركة الأمعاء الحركة الدودية دي هي اللي بتدفع الفضلات انها تخرج بسهولة هو ليه ضر رائع غير برضو في تقايحات الأمعاء لان تقايحات الأمعاء دي بتبقى نتيجة بكتيريا لها هوائية نقص البكتيريا النفعة البكتيريا الضارة عالية جدا هو بيحسن البكتيريا النفعة بيموت البكتيريا الضارة بيوصل زي ما احنا قلنا قبل كده الدم بما يحمله من فيتامينات ومعادن أكسجين لجدار الأمعاء فبقى نتاجه هيلة جدا طيب دكتور عايزين برضو نتكلم عن الأكسجين ناشط في الأمراض المناعية طبعا هي كتيرة صدفية روماطايد تصلب متعدد حاجات كتيرة قوي وكمان على فكرة مكلفة جدا يا دكتور هو في حاجة مهمية جدا في الأمراض المناعية ان حانا المريض بيبقى خلاص من قصة العلاج العادي بتاعه ومش قادر يكمل هذا العلاج نتيجة بيحصل تدمير الكبد والكلب فعلا بيوقف العلاج فانا بيخش دور الأكسجين ناشط بيحسم القضية دي وبيساعد المريض والمريض لو مش لاقي نتيجة مش هياخده ولا هيكمله ده عشان نكون من الحاجات المنطقية من الحاجات التانية المهمة جدا هو بيبقى صراع ما بين الجهاز المناعي والخلية جهاز مناعي متمرد مفقود السيطرة عليه وخلية بالله يعني ايه تعبانة ضعيفة طبعا فهنا بنخش نحسن كفاءة الخلية ده من الحاجات المهمة جدا خلية قوية هتقدر تقاوم المرض خلية محاطة بمضادات أكسادة قوية هتحميها هتقدر تدافع عن نفسها وبيه نسيطر ونلجم الجهاز المناعي وده بيخل المريض يحس بتحسن رائع جدا ده من الحاجات المهمة على مستوى اختلاف الأمراض المناعية سواء أمراض زي الروماتويد أو السيستاميكولوك الزائز زائب الحامرة أو الامي اس اللي هو التصلب أو الأمراض الجلدية زي السوريازيس بيجيب في الصدافية نتاج أكثر من رائعة الإجزيمة بيجيب نتاج حلوة الحساسية بيجيب فيها نتاج حلوة جدا تمام احنا برضو معنا تقرير أخير يا دكتور هنشوفه ونرجع نكمل كلامنا حتى الله بعد شهر سنة وكنت بشتكي من الصدافية فلفت على مكادرة كتير وبين هنا مركز كيول اللي فيه دأذي صراحة حسنت في الجرسة من الخمستاشر بدأت حاجات تروح جدا من جسمها ودلوقت الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل النركز يعني الحمد لله بدأت اللي هو ده زماية حسرا خالص وبدأت حاجات منه تروح جدا ان شاء الله احنا متكملين مع المركز بزنجا واتمنى يعني لو اي حتى عنده صدافية يجي المركز هنا لان هو ان شاء الله يعني بيحسن الجهاز المناع وبيحسن وظفتنا في الجسم انا اسمي جميع عبد الناصر علي بعد 20 سنة معاني المرض الصدافية لفتها على كترة كتب جدا وما كانش في اي نتيجة خالص والحمد لله يا رب وصلت لتحسن جميل جدا ويا رب افضل على كده وانصح كل الناس يجيتعالجه واللي بيعاني المرض الصدافية يجيتعلي بأسجين نشط عشان هو ده احسن عليك اصطرح ما اشفته حد دلوقت انا اسمي عبد العيز مصطفى المهدي من حافظة المروفية بريفت السابع والحقيقة وديتي هي اللي شافت الازون على التلفزيون هي اللي قرأت لي ان انا اجي اجرب ان انا اخد الجلسات دي وجيت وكشفت وخدت الجلسات انا كان عندي بوهاء وقلت لدكتور وخدت اكتر من الجلسة الرابعة بالزبط ابتدى في تحسن في الوش وفي البطن ابتدى يتحسن وفي حاجات تانية صغيرة بقيت جسمي بتتحسن برضو ولسه مكملين يا ان شاء الله الرحمن الرحيم انا ام ايا محمود حسن من بريمازار مركز بريمازار احنا بص يعني تعبنا من حالة ايا رفت نبع في جميع الدنيا كلها لحد ما رح نبع على حدود ليبيا دير اسمه عين كبريت ايا شوفوا حضراتكم صورها في الاول ما تتخيلوش هي دي اللي موجودها معايا رجعت حالتها طبيعية ما كانتش بتروح مدرسة كانتش تقدر تفضل في وسط حتى عيال تلعب يعني كانت تتخذها انها تطلع في وسط عيال وكسهم بالله ده كاترة ما كانوا بيرضى يجربوا عليها عشان يدعوا كانوا بيبقى خايفين من شكلها وخايفين من منظرها كان جسمها بيغير لا يقل عن في الاسبوع مرتين ثلاثة جلد جلد فزيع زي رجاج الفطير جلد ثقيل ومنظرها كانت بص له تخاف من شعر راسة لحد ضيفها رجليها ضوافرها بتاع ايديها ورجليها كانت بتتخلع يعني كل 15 يوم ضوافرها تتخلع جسمها بيرجع اكم الطفل جديد مولود تمشي ايدك على جسمك كان يبين العلامة احنا بنشكرك طبعا يا دكتور طارق ونورتنا وخطوة عزيزة ربنا يبارك في حضرتك عزيزي المشاهدين وكده خلصت حلقتنا النهاردة اشوفكو بكرا ان شاء الله في حلقة جديدة وخطوة عزيزة ماι filme اشتركوا في القناة